الثالثة والأخيرة وأنا آسف على إطالة على حضراتكم بس الشيء بالشيء يذكر عشان إحنا يعني تابعنا مع حضراتكم لحظة بلحظة ونقلنا لكم طبعا جايزة البالوندور الجايزة اللي شغلت العالم الإسبوع الأخير وكان فيه تحفظات كتيرة جدا وإحنا قلنا لحضراتكم يمكن في السادسة أنه من قبل التصويت أو قبل الإعلان على النتيجة بتاعة جايزة البالوندور الإسبوع اللي فات ونقل لكم قبلها فترة طويلة جدا أنه جايزة بنسبة 90% رايحة لليوميسي يعني أنه فيه تقريبا اتفاق أنه فيه لعيبة كتيرة جدا ممكن تكون جديرة باللقب ده أو بالجايزة دي أكتر من ليوميسي السنة دي يعني ليوميسي أسطورة مفيش كلام ليوميسي لعب خارق على عيني وعلى راسي ليوميسي الأفضل في التاريخ دي حاجة ترجع لرؤية حضراتكم فيه ناس تتفق فيه ناس تختلف فيه ناس تشوف رونالدو فيه ناس تشوف مارادونا فيه ناس تشوف بليه لكن دي مش قصتنا لكن الأكيد أنه ده مش أفضل مواسم ميسي على الإطلاق وبالتأكيد أنه فيه كتير من الناس كانت شايفة أنه فيه لعيبة سواء على مستوى الأداء زي ليفندوسكي تستحق أو على مستوى الأرقام والنتاج والبطولات زي جورجينيو الإيطالي يستحق وكتير من طبعا المصريين كانوا شافين أنه نجمينا صلاح برضو الحقيقة يستحق على أقل يكون موجود في ثلاثة الأوائل يعني مش بالضرور أنه كان صلاح يكسب الجايزة لكن على أقل تأدير كان مطلوب أنه هو يكون من أفضل ثلاثة في العالم وفي النهاية بعد إعلان النتيجة كتير من الناس ومنهم لحقيقة ناس يعني خبراء في مجال الكرة القدم وقضوا عمرهم كله في مجال كرة القدم وهو الملعب بره الملعب مدربين ومديرين فنيين ومحللين ارتقوا أنه عدم وجود صلاح في القايمة أو الثلاثة الأوائل اللي جايزت البالون دور كان بسبب العنصرية يعني شايفوا أنه أي لعب إفريقي أو أي لعب من أصول عربية صعب جدا يحقق الجايزة دي مش عشان مستوى ما يقهلوش ولكن عشان أصوله عربية أو أصول إفريقية وده بيضعف بشكل كبير جدا في فرصه في المنافسة خليني أقول لحضراتكم أنه ده كلام مالوش أي أساس من الصحة وفكرة أو نظرية أو عقدة المؤامرة ليس لها محل من الإعراف في نقطة دي ببساطة ليه؟ لأنه إذا كان فيه عنصرية حقيقة ضد تتويج محمد صلاح أو وصول محمد صلاح لقب واحد من أفضل ثلاثة في العالم في جايزة زي البالون دور كان من الأدعى أنه أصواتنا إحنا شخصيا كعرب أو أفرقى تروح لمحمد صلاح وبعد ما ده يحصل وما يتواجش صلاح أو ما يكونش من ضمن الثلاثة الأوائل يبقى من حقنا ساعتها نقول أنه محمد صلاح واجه عنصرية في عملية التصويت لكن لما أقول لحضراتكم أنه خمس دول عربية فقط هي اللي ادت محمد صلاح صوتها ولما أقول لحضراتكم أن أقل من ربع دول القرى الأفريقية ادت محمد صلاح صوتها يبقى التهم العنصرية لا يصح ولا يجوز كانت علامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة لي لكن أعتقد أنه صلاح بمستوى أنا ما عنديش شك أنه عقلية صلاح لن تتأثر على الإطلاق بفكرة أنه حصل على المركز السابع صلاح عدى المرحلة دي يعني من زمان جدا وأعتقد اللي حصل ده أو وصوله لمركز السابع في بلاندور هيكون بالنسبة للمنتالتي بتاعة صلاح حافظ أو دافع أنه يكسر كل الأرقام وأنه يحقق على قد ما يقدر كل البطولات الموسم اللي جاي عشان ما يديش فرصة لحد أنه يرفض تتويجه بلقب الأفضل سواء في البلاندور أو في دبست أروح لأمم أفريقيا اللي كانت عاملان معضلة تعرض موعيد البطولة مع كاس علام أندي